اشتركوا في القناة مصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أرفع لسموكم خالص التهن والتبركات بمناسبة فوز مملكة البحرين في رالي دكار 2020 الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لتتوالى بذلك الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين بما يرفع اسمها عاليا في مختلف المحافل إن هذا الفوز يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين والذي يعكس تمييزها في كافة المحافل الرياضية نتيجة ما تولونه سموكم من حرص ومتابعة واهتمام لقطاع الشباب والرياضة كما أن لتوجيهة سموكم المستمرة لكافة منتسبي القطاع الرياضي حافز على تحقيق أفضل النتائج المتقدمة والمراكز الأولى التي تتناسب مع مكانة مملكة البحرين على الصعيد الرياضي ومحاققته من إنجازات يفخر بها الجميع داعينا المولى عز وجل أن يوفق سموكم ويكلل بالخير جهودكم وأن يديم عليكم وفور الصحة والسعادة وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات